رامس جاب من الآخر الحلقة السادسة ضيوف حلقة اليوم مع رامس جلال هم الممثلة السورية مارام علي والنجمة اللبنانية باملا الكيك أهلا بيكو في قناة أخبار ترند بفكرك تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وتعمل لنا لايك لأن ده بيساعدنا أكتر في انتشار الفيديو في بداية الحلقة رامس علق على ضحياه وقال معانا اتنين ملكات جمال بسببهم اتطلق كتير وتفككت أسر والفنانات التانية قاعدين في البيت مش لقين وحدة تدرسها مستفزة زي أرز لبنان والتانية جاية من ضمشق يعني بلد العشق بيبدأ البرنامج باستقبال النجمتين كل واحدة لوحدها مرام علي بتوصل الأول وبعد كده بعمله فكرة البرنامج ان نجوم السنة دي بيكونوا رايحين برنامج اسمه رامز وورلد على انه برنامج حواري عادي لان رامز خلاص بطل مقالب البرنامج بيعتمد على تنفيذ مقلب في اتنين من المشاهير بيكون فيه بينهم خلاف زي مغني المهرجانات حسن شاكوش وطلق توريم طارق وقايتن عامر وسمية الخشاب وباسم صمرة واحمد السقة ومية عمر ونجلاء بدر ومحمد ثروت وقسقس ومحمد لطفي ومحمد شهين بعد استقبال النجمتين من فريق الاعداد بتقوم احدى المزيعات بعمل لقاء مع كل نجمة على حدة في الوقت ده بيظهر من وراها رامز جلال وهو لابس شجرة وبيخضها بعد كده بياخد كل نجمة للسويت اللي هترتاح فيه عبر ممر في انجازات رامز جلال السابقة وبيعرفها انها في برنامج حواري عادي وبيعرض عليها بعض الشخصيات اللي هيستخدموا فيها الـ AI علشان يركبوا شكلها بدل الشخصية وبعد كده بيعرض عليها مجموعة من النجوم وبيقول لها تختار ثلاثة رامز بيسأل مرام عن التاتوء اللي في ايديها وبتقوله انه فراشا وسأل باميلا الكيك عن ليه اسمها الكيك قالت له احيانا بيقوله فانيليا قال لها يعني لقب وسألها عن نديد ناسيب ناجيم هل قلتي ان عمليات التجميل خلت شكلها اوحش قالت له ايوة وطلبت منه انه ما يسألهاش تاني عن نديد ناجيم بعد كده بيبدأ المقلب الكبير بيقول للنجمة قولي كلمة السر اللي هي الكلون في السيفون فبيلاقوا نفسهم واقعوا مع بعض قال لهم لازم نحل مشكلتكم مع المسلسلات اللي بتسخن رجالة على مرطتها انا بعد كده اللي هاخترلكو شغلكو بصت مرام لباميلا وقالت لها ربنا يصبرنا عليه سألها ايه اللي مش بيعجبك في باميلا قالت له انت عايزي وكملت وقالت له انا اكتر ممثلة بتعجبني فعلا هي باميلا فدخل الكلب الالماني وقال لها قولي مش بحب باميلا ولا المسلسل بتاعها قالت له بحبه فشغل السير وقال لباميلا قولي مبطيق مرام مرام قلت لها قولي قولي فقالت مبطيق مرام تخوفا من الكلب الالماني اللي بيفضل ينبح عليهم بيدخلهم بعد كده انبوبة ديقة وفيها ريحة مش كويسة مرام مسكت جنبها وفضلت تصرخ قال لها مالك جالك الزايدة ولا القرنطاش الحقوها الواد رجلو نزلت بعد كده بيطلعوا على مكان ديق قوي بينزل لهم منه تمساح مربوط بحبل مسكوا رامز من فوق وقال لهم هنسمع الكلام ولا لأ قولي للبنت اللي معاكي تقول هنسمع الكلام فقالت هنسمع الكلام وبعدين بينزل ثبت قدامهم فبيخافوا جدا قال لهم ما تخافوش للدرجات دي فقطوا الثقافية قال لهم جوه جفت وقال لباملة حطي روج لمرام لان الروج بتاحها مش عاجبني وبعدين خلى مرام تحط لباملة بيخرجهم بعد كده على كبري مفتوح وبيكون تحتهم بركة وبيقول لهم ده كبري المواهب فقالت مرام انا بغني قال لها تغني ايه فقالت له هغني الدنيا حلوة لننسي عاجرم وغنت هي وباملة فقال لهم انا هتطر دلوقتي افتح الكبري فبيتحكم في الكبري وبيخليه يميل فبيقعوا في المية وبعد كده بيطلعوا في قفص وبيوصلوا للنعام وبيقعوا تاني في المية فكرة برنامج رامس جلال السنة دي رامس جاب من الاخر تعتمد على تنفيذ مقلب في اتنين من المشاهير بيكون بينهم خلاف او عليهم خلاف زي استضافته لنجوم النهاردة الممثلة السورية مرام علي والنجمة اللبنانية باملة الكيك او بيكون بينهم خلاف زي نجوم الحلقة الاولى باسم صمرة واحمد السق او الحلقة التانية مي عمر ونجلاء بدر او حلقة محمد ثروت وقسقس او الحلقة الرابعة اللي كان فيها محمد لطفي ومحمد شهين وظهر عدد من النجوم في برومو برنامج رامس جاب من الاخر من بينهم ايتن عامر وسمية الخشاب ومريهان حسين واحمد حسام ميدو وكسبرة وعبد الناصر زيدان ومحمد رياض وحمد اهلال وحسن شاكوش وطلقتو وحمدي المرغاني وهدى المفتي وحمد مالك ونسرين امين ويسرى اللوزي وانتصار وحمد فاهمي برنامج رامس جاب من الاخر لرمضان عشرين اربع وعشرين يعرض عبر قناة ام بي سي مصر بعد الافطار مباشرة وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة كل سنة وحضراتكو طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا في نهاية الفيديو بفكرك لو نسيت تشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وعمل لنا لايك لان اللايك بيساعدنا اكتر في انتشار الفيديو واكتب لنا كومنت عرفنا فيه رأيك في فيديوهاتنا ويبقى كويس قوي لو عملت كمان شير ونشوفك في فيديو جديد وسلام كل سنة وحضراتكو طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا في نهاية الفيديو بفكرك لو نسيت تشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وعمل لنا لايك لان اللايك بيساعدنا اكتر في انتشار الفيديو واكتب لنا كومنت تعرفنا فيه رأيك في الفيديو ويبقى كويس قوي لو عملت كمان شير ونشوفك في فيديو جديد وسلام اشتركوا في القناة